18 ديسمبر كل سنة وحضراتكم طريبين 2021 بيلملم أوراقه ويرحل إن شاء الله على الخير بإذن الله عمدنا ثلاث مناسبات النهاردة اليوم العالمي احتفال باليوم العالمي للغة العربية وهو يوم 18 ديسمبر من كل شهر اللغة العربية بتكلمها حوالي 2 مليار مواطن كل يوم حوالي 400 ألف بتكلموا باللغة العربية سواء 22 دولة عربية ولا دول إسلامية بتكلموا عربية عشان القرآن باللغة العربية من ثم الأمم المتحدة احتفت واحتفلت باليوم العالمي للغة العربية اللغة العربية هي عنوان الهوية اللغة العربية هي حفظ للطراث والتاريخ وهي الثقافة العربية الواسعة ومحظوظ ما نتكلم لغة الضاب حيث شعرا ونثرا وكتابات وتأليف وموسيقى أعتقد اللغة العربية من أكثر لغات العالم ثراء فيها ثراء فيها تنوع فيها تذوق اللغة العربية لغة بتشني في الأذان عندما تستمع إلى لغة القرآن تستمع إلى الشعر باللغة العربية عندما تستمع إلى الشعر الفصحى الشعر بالعامية للغات للهاجات فالنهاردة هو يوم العالم بيحتفل به بلغتنا العربية الأمين العام للأمم المتحدة يعني بيشاركنا لغتنا العربية وقال كلمة بهذه المناسبة بدأها بكلمة السلام عليكم باللغة العربية السلام عليكم السلام عليكم I am pleased to join you celebrating Arabic Language Day Arabic is one of the oldest spoken languages in human history for centuries Arabic connected people through literature, music, poetry and philosophy it was the lingua franca for trade, art and science today Arabic is a rich and vibrant language uniting hundreds of millions of people across 20-2 Arabic speaking countries and nearly 2 billion Muslims who use Arabic in their prayers and supplications at the United Nations Arabic contributes daily to modeled an harmonious communication among people and nations and towards achieving an inclusive multilingual organization طب احنا يعني ده الأمين العام للأمم المتحدة بيلقي كلمة بيبدأها بكلمة السلام عليكم بمناسبة اليوم العالمي لللغاة العربية طب انا اقول بس كلمتين كده يعني في الدراء يعني كده مغير محد يزعل هو احنا بجد بنحترم اللغة العربية هو احنا في بلادنا العربية بنحترم اللغة العربية الإجابة السريعة لا محدش بيحترم اللغة العربية اللي هي عنوان الهوية والوطن لابد انه يكون فيه لغة وعلم ونشيد وطني ودستور اللغة هي الاساس في كل شيء بتعبر عن هويتنا وتعبرها لكن احنا للأسف الشديد وبشكل واضح وسريع ومش نخش ده مش موضوعنا لكن بمناسبة الاحتفال ده ستحتفل باليوم العالمي اللغة العربية ان هي لغة عظيمة ولغة قديمة من اقدم اللغات الموجودة في البشرية الى اخير لكن احنا في بلادنا وحتى هنا في مصر تجد ان كل المحلات عينونا باللغة العربية باللغة الاجنبية سواء انجليزي ولا فرنسا انجليزي غالبي كل المحلات كل المشروعات كل الشركات كله اسماء اجنبي كله اسماء اجنبي شيء غريب جدا واحنا لم ننتابه الى هذا لم ننتابه الى انه احنا جرجرنا دون علم او بجهلة او بزطحية او بضحالة الا ان احنا يعني اللغات الاخرى مطلوبة وضرورية وحتمية لكن دون ان يكون بمثابة تقدم اللغات الاخرى انتقصا من لغتي انا مبارح بالليل وكل يوم وحضركم بتشوفوا الولاد الصغيرين ما بعنوش بيعرفوا تكلمه عارضي لسانه خلاص اتعود ما بعنوش يتكلم لغته بيبقى قاعد بيتكلم كلام مكسر وتحس انه خواجع يعني وده نوع من انواع الفخر اللي اهله مفخرين به ده الوقت بيتكلم انجليزي شفت الاكسنت بتاعته شفت كذا شفت اللغة بتاعته ولكنه امريكاني ولكنه طب فين لغته الاصلية فين محدش بيسأل ولو تكلم لغة عربية بيبقى يعني ده مسكين على قد حال ولو في مسؤول من المسؤولين طلع برا بتكلم باللغة العربية يقولك ايه ده بتكلمش انجليزي ليه انتو عارفين في فرنسا وفي المانيا لو حد مسؤول تكلم بلغة غير فرنسية مسؤول فرنساوي او الماني تكلم بلغة غير المانية تبقى مصيب ده يبقى سقطة سياسية لن تغتفر تبقى يبقى ضاع لانه بيحترم لغته احترم لغته احترم عالمه انا هنا عادي يتكلم ممكن حد يقعد عايز يتفرنج يجيب كلمتين يقول انجليزي هو مش بعرف كلم انجليزي اصلا او حتى بيعرف وشاطر وبرتكت وجازة الا انه ما ينفعش يتكلم بلغة اجنبية ويهجر لغته العربية لان اللغة العربية الكلام بيها فخر ومصدر للفخر والالهام والفهم والتواصل الانساني التاريخي لا يمكن انه تنجح امة وتتسيد امة وتتحكم امة ويكون عندها وعي دون ان يكون لديها احترام للغتها واللغة هي عنوان هويتها لذلك انا بقول في هذا اليوم واحنا بنحتفي ونحتفل باليوم العلامي اللغة العربية يجب ان نعيد تفعيل القوانين السارية في شأن انه يكون كل العنوين وكل الاسماء وكل المحلات وكل الشركات تكون باللغة العربية بشكل واضح وممكن تخلي الكلام اللي انت عايزوا باللغة الثانية انجليزة او فرنسا او ألمانيا او غيره لغة ثانية اللغة الاولى هي اللغة العربية ده رقم واحد لابد انه يكون عندي احترام للقوانين لان فيه قوانين منظمة غير مفعالة الشارع كلها كله اسباب انت عايزت انت ماشي في لندن قال لا ده انا جمهورية مصر العربية واللغة العربية فين لغة العربية ضيعة ويا سلام بقى يا ويلو اللي يكتب باللغة العربية الفواتير اللي بتطلع كله بالانجليزي اللي يقولك الريسيد بتاعي يقول فاتورة يا اخي يقولك مش عارف ايه يا اخي ما تتكلم لغة العربية ده احنا قربنا ننسى احنا قربنا ننسى بعض المصطلحات والكلمات والمفردات والعبارات اللغة العربية احنا بقينا ننسى ليه لانه كله بتكلم خلاص خلاص يقولك الجيت رقم كام يا سيدي قولي البواب رقم كام هو بكسوف انت بكسوف يقولك الدليفوري جاي يا عم في احنا بدأنا بعض المفردات الاجنبية تسيادت وطردت مفردات اللغة العربية المقابلة او المراضيفة لها ده بنعمل ايه ده عايزة وقفة يا جماعة ده تشوه نحن نتعرض لاكبر واضخب عملية تشويه للغتنا العربية بادينا محدش عمل كده وبعدين ده بقولك الغزو الثقافي ده احنا اللي بنعمل بنفسنا هذا كلام بنتفرن المدارس الخاصة واللغات والاجنبية وغيب بيعلم الاولاد التاريخ بتاعه والغرافيا بتاعته والادب بتاعهم والشعر بتاعهم الالماني والانجليزي والياباني كل دولة تبدأ تعلم من الولاد اللي بيروحوا لمدارسهم كل ما يخصهم تاريخ وغرافيا وثقافة وشعر وغيره ليه؟ لان الدول دي عايزة تاخد العيال دي بعدين ياخدوهم عندهم هناك فيبقى هو قعدوا اعداد واضح تاريخي والثقافي وغيره عشان يسئل اندماجه في المجتمعات الاخرى والولاد اللي شغالين في مدارس اللغات او بتعليهم في مدارس اللغات دول كلمة المجتمع اللي اهلهم قادرين يصرفوا عليهم ويعلمهم بتعليم كويس فييجي المدارس الالمان مثلا انا بضرب مثلا المان او الانجليزي او الهولندي او الكندي او غيره اي حد يعني يبدأ يعلم اللي ولادي حط في مناهج تاريخ البلادي عشان ليعلي تاريخ بلادهم بلاد صعب المدرس والجغرافية بتاعتهم والثقافة بتاعتهم والشعر بتاحهم فلما العلد يتخرج بدل ما يندمج في المجتمع وعقول بتضيف للمجتمع المصري يبدأوا يهاجروا برة وهو جاهز بيعرف اللغة عارف ثقافة عارف كذا عارف عادات عارف تقاليد فيسهل اندماجه او اندماجه في المجتمعات الاخرى بقى احنا خسرنا ايه عقول خسرنا العقول الفاردة خسرنا العقول المصروف عليها من الاخر كلمة المجتمع من الناحية اللي تصرف عليهم بيمشوا ويسيبون ويطلعوا يساهموا في بناء المجتمعات برة يبقى احنا خسرنا انا ما خسرناش خلينا خلينا نعيد للغة العربية بهاءها ونعيد للغة العربية احترامها ونعيد للغة العربية رونقها ونبدأ نقوم بعملية تنقية وفلترة بلاش فلترة من فلترة دي كلمة اجنابي برضه نعيد للغة للغة العربية تنقية اللغة العربية من المفردات الغريبة والمفردات العجيبة والمفردات التي تمثل لغات أخرى تعالوا ننق لغتنا العربية ومجمع اللغة العربية عظيم بيعمل أبحاث ودرسات لكن أين أنا مش عارف برضو وأنا احترام للناس كلها بعملوا أبحاث ودرسات طبعا إحنا في إلبا بنشوفها النهاردة أول ما يوم العالم وشوفوا لي رئيس مجمع اللغة العربية وحد من المجمع له مش فاضيت نعدوم اجتماع أنا بحكي لكم يعني بالصدفة أنا مش أصدح لك حد والله بس أنا أتكلم بشكل واضح فين طلع حسين عندما كان يتحدث لغتنا العربية يسر لا عسر ونحن نستخدمها كما كان القدماء ويستخدمونها ومن الممكن أن نضيف إليها من العبارات والألفاظ ما يسأل إحنا يا جماعة عندنا حاجات لآلق عندنا لآلق في اللغة العربية وعندنا شعر في اللغة العربية لكن إحنا للأسف التاريخ دراست اللغة العربية في المدارس والمناهج وغيره من زمان كنا حتى في الدراما والمصرحيات والأفلام نتاريق على مدرس العربي اللغة لأ ونقعد نتاريق ونطلع ما خارج الألفاظ بشكل لرجل مدرس اللغة العربية ده حاجة يعني كده يعني خارج نازل من الفضاء ونقعد نتكلم وفيه أفلام كتير بتكلم عن لغة العربية بشكل وعش جدا جدا خلينا يا جماعة نحترم اللغاتنا ونحترم من يحترم لغاتنا وننقي المفردات بتاعتنا وحتى اللعمية قواعد اللعمية ده تبقى أنا بسمع بشوف اللولاد يعني بنتي وغيره بيكتبوا حاجة كده ما عرفش اسمها إيه فرانكو قارب ولا إيه يا عم ده يعني في إيه أنا والله ما بعرفها أصلا ألاقي حد بعيل تلسالة كده بيتدلع رؤوا عمله دليت وعمله بلوكة كمان إيه ده إيه يا عم يكتب لك أنا مش يقولك أصلي معناها كذا وأنا أمشي القموس ده لغاتنا العربية كمان اسمها إيه يا ابني فرانكو ولا بقول لفرانكو أي خاني يا ابراهيم يعني يعني والولاد إحنا خدنا ده يقولك ده لغات لسانه تمام ده بيع عربي عوج لسان يا عم أنت عوج لسانك ليه هو أنت مكسوف من لغتك أنت مكسوف من لغتك العربية يعني أنا لا تخجلوا من لغتكم اذخروا بلغتكم والله اللغة العربية لغة رائعة لغة لذيذة لغة فيها ما يسعدك اقرأ يعني أنا طبعا الكلام ده كلام وعظ ما بيجيبش نتائج لكن أنا شايف إن إحنا لابد أن يكون في حملة والمحليات ومعرفش مين ومشرعين وغيره نبدأ نعيد للغة العربية احترامها في الشارع أول حاجة ما ينفعش أنا أتكلم أنا يعني ندخل المفردات بس لازم العنوين تبقى مكتوبة باللغة العربية عايز تكتب لغة تانية إزاي زمان اكتب كان زمان بيكتب إيه أجزة خانة أو صيدة يعني اكتبوا يا عم باللغة العربية يا عم وأنت مكسوف أنت مكسوف تكتب اسمك واحد يديني كرتب الإنجليزي طبعي أنت حداك أنا برة أنا مكسوف في مصر تبقى تكتب لي الفاتورة تطلع كلها بالإنجليزي الرسالة اللي بتجيلك يا عم في إيه حلو الإنجليزي بس اللي لازم للعرب الأساس